شهد صاحب المعالي المشير الرقن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم المرحلة الختامية للتمرين البحري الثنائي المشترك جسر 19 الذي نفذه سلاح البحرية الملكي البحريني والأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فلدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى سلاح البحرية الملكي البحريني كان في الاستقبال سعادة الفريق الرقن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقائد المهمة للقوات البحرية السعودية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وضباط من الأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية السعودية وقد استمع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن المراحل التي اجتمل عليها التمرين منذ بدء انطلاقه والذي احتوى على العديد من التمارين والتطبيقات الميدانية والرمايات البحرية وبهذه المناسبة رحب معاليه بقادة السفن وقادة المجموعات وجميع المشاركين بالأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة المشاركين في التمرين ونقل معاليه للجميع تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمر بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى يده الله كما أعرب لهم عن خالص تقديره على مشاركتهم في هذا التمرين المهم وهو تمرين من سلسلة تمرين استمرت لأكثر من ثمانية عشر عاما متمنيا لهم التوفيق والنجاح والاستمرار في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية والأسلحة البحرية والقوات الخاصة وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن شكره وتقديره للجهود الطيبة للأشقاء في الأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي امتزجت جهودهم الأخوية مع أشقائهم بسلاح البحرية الملكي البحريني وذلك في تعاون وتشارك فريد في إدارة وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة والتي بإذن الله تعالى أصبحت سدا قويا منيعا في وجه كافة التحديات المحدقة بأمن واستقرار المنطقة وأضاف معاليه أن التهديدات التي تواجه المنطقة نحن على وعي بحجمها ونحن إن شاء الله قادرون على مواجهة هذه التهديدات كما أن منطقتنا وبسبب الثروة الموجودة فيها فإن الخطوط البحرية تحتاج إلى قوات بحرية مجهزة ومدربة تدريبا عاليا وفي أحيان كثيرة نضطر للقيام ببعض الواجبات الأخرى التي هي أقل من مستوى واجبات الأسلحة البحرية حيث إن في العديد من النشاطات الدولية قد يفرض علينا في ذلك الشأن نوع من التدريب الخاص أو التجهيز الخاص أو المعدات الخاصة وهي عادة ما تكون من واجبات خفر السواحل أو الحدود لكن في بعض العمليات أسلحتنا البحرية تضطر إلى تنفيذ تلك الواجبات ومن خلال خبرتنا ومتابعتنا في جميع الأزمات يتطلب منا أيضا الاهتمام بهذه الناحية من خلال التعاون بين الأسلحة المختصة في قواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية وبإذن الله دائما نحقق مستوى من الاحترافية في مواجهة عمليات التهريب فالعدو اليوم يحاربنا بالتهريب ويحاربنا بالإعلام ويحاربنا بالمخدرات ويحاربنا بوسائل كثيرة ونحن في مملكة البحرين عانينا من عمليات التهريب وتمكننا بحول الله من ضبط وإحباط الكثير منها وإن شاء الله بكفاءتكم وتعاونكم في هذا المجال سترفعون مستوى قدرة واحتراف قواتنا المسلحة بشكل عام والقوات البحرية وأسلحة البحرية بشكل خاص وأشادم عليه بما وصل إليه تمرين جسر الذي تنفذه سلاح البحرية الملكي البحريني والبحرية الملكية السعودية بصورة دورية مستمرة والذي دائما ما يحقق تطورا وتقدما في أسلوب القيادة والسيطرة وشكل التطبيقات إضافة إلى عدد القطع البحرية المشاركة فيه من الجانبين والتي تتمتع بقدرات عسكرية حديثة وأكدا معاليه أن التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين يرتكز على أسس قديمة وراسخة وقطع مراحل كبيرة تحقق خلالها الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات في إطار العمل الأخوي البناء مبينا معاليه أن مملكة البحرين وبتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى رعاه الله تدعم كافة أنواع التعاون المشترك مع الأشقاء في دول المجلس وأثنى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على المستوى الطيب الذي وصل إليه التمرين البحري الثنائي جسر 19 وما لمسه من روح التآخي والتعاون بين المشاركين في التمرين وبما شاهده من مستوى قيادي متميز وأداء عال أثناء تنفيذ المهام القيادية والقتالية المختلفة والذي عكس بحق عن الصورة الجلية عن مدى التطور الذي وصلت إليه القوات المشاركة في التمرين كما أبدى معاليه عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي حققتها مختلف القوات المشاركة في شتى مراحل التمرين معربا عن خالص تقديره وعميق شكره لكل من شارك في تخطيط هذا التمرين وتنفيذه وإنجاحه متمنيا للجميع دوام التقدم والتوفيق والنجاح في المناورات والتمارين والتدريبات المقبلة يعتبر تمرين جسر 19 سلسلة من ضمن التمارين المشتركة والمختلطة بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني الذي يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية لأطقم السفن لمواجهة التهديدات في المنطقة كما أنه يعزز روح الترابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين يعتبر تمرين جسر من أقوى التمارين البحرية المشتركة سواء من حيث المستوى وحجم القوات المشاركة ومعدات القتال المستخدمة وتكمن أهمية تمرين في توحيد المفاهيم القتالية التي بدورها تخلق قوة بحرية موحدة ترجمة نانسي قنقر